متحف الأحياء الطبيعية في منتجع النخيل السياحي بمحافظة البصرة صرح جديد في المحافظة يعرف بأنواع الحيوانات بتصنيفاتها المختلفة التي تضمها بيئة العراق التي تتصف بالتنوع الأحيائي الكبير يحتوي هذا المتحف على قرابة 600 نوع من الحيوانات المحنطة ضمن الأصناف واللباء والزواحف والطيور والأسماك وحتى نظام الحشرات العراق يعتبر بيئة زاخرة بالتنوع الأحيائي تقريبا عدنا 83 نوع من اللباء وعدنا 380 نوع من الطيور المهاجرة والمستوطنة وإلى جانب كونه مبادرة شخصية من عاشق لعلم الأحياء وتصنيفاتها واضب على جمع هذه الكائنات الحية لسنين طويلة يعتبر متحف الأحياء الطبيعية الأول في العراق من حيث العدد الكبير لأنواع المحنطات البرمائية الموجودة فيه والتي تحتوي على 16 نوعا مهددا بالانقراض في العراق إضافة إلى نوعين قرضا منذ زمن بعيد جمعنا نسبة نقدر نقول 80% من هذه الأنواع في داخل هذا المتحف العدد المحنطات الموجودة عندي لمدة 22 سنة أجمع المحنطات هي العدد 2500 قطعة محنطة كما تحتوي هذه المساحة التي تغص بنماذج عن الأحياء البرمائية على أماكن للترفيه والتسلية فإلى جانب المهمة التعليمية التثقيفية التي يؤديها هذا المتحف يلعب دورا في الترفيه عن زائري إنشأنا 15 جلسة أو 30 جلسة عربية تحتوي لـ 15 فرد وعندنا المتحف الأحياء اللي يحتوي على حوالي 600 نوع من الأحياء وعندنا صالة بليارد وصالة كوفي شوب عدنا أربع زوارق تتجه للأهوار الزائرون للمتحف سواء كانت أهدافهم علمية أم ترفيهية جميعهم اتفقوا على فخامة هذا المشروع كما اتفقوا كذلك على ضرورة نقل تجربته الإبداعية إلى بقية المحافظات العراقية نحن اليوم في كلية الطب البيطري قمنا بزيارة للمتحف الذي وقع بالهارثة طبعاً شفنا حيوانات المحنطة في شيء كل شيء حلو وراقي وشفنا مجموعة من الحيوانات كطيور ودواحف وأسماك يعني طبعاً نتمنى لهذه أماكن تكثر بالبصرة وبقية المحافظات وبصراحة انبهرنا بكمية الحيوانات الموجودة ومختلفة وغريبة من مختلف الأمناطق ويبقى هذا المتحف الذي أنشأته أياد تهوى البناء دليلاً كبيراً على إمكانيات بيئة العراق الغنية ودليلاً كذلك على أن العراق أرض لا حدود فيها للإبداع والعطى ترجمة نانسي قنقر